مشاهدين الآن أرحب بضيفي من فلوريدا الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة الأمريكية المركزية أهلا بك معنا وشكرا على انضمامك معنا في الحرة الليلة بالتأكيد أبدأ هذا الحوار بداية من المشهد العراقي الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن سابقا إنهاء الهمات القتالية في العراق مع نهاية العام الحالي إلى أي مدى نتحدث هنا عن انسحاب كامل للقوات القتالية وإلى أي مدى من المفترض أن يكون هذا الانسحاب منضبط ومنظم تحديدا في هذه المرحلة التي يعيشها العراق شكرا جزيلا لاستضافة اليوم أنا ممتن لهذه الفرصة للحديث مع أصدقائي في المنطقة القوات الأمريكية وهي تتحول من دور قتالي ستستمر في تقديم المساعدات لشركائنا العراقيين واضح أننا وجدنا أن القوات العراقية يمكنها أن تعمل بفعالية ضد داعش ولكننا سنستمر في مساعدتها ودعمها في دور غير قتالي نحن نعلم بأنه سيبقى هناك عدد من القوات لتولي مهام التدريب وإمداد الجيش العراقي بالاستشارات العسكرية ولكن ألا يخشى كما ذكرت قبل قليل من عودة تنظيمات متطرفة إرهابية كداعش والقاعدة من جهة وربما عودة الحرب الأهلية أو الطائفية في العراق من جديد وعدم قدرة الجيش على ضبط الأمور نيتنا العمل مع أي وضع مستقبلي للولايات المتحدة في العراق بما فيها التنسيق مع الحكومة العراقية هذا موقف موحد ولدينا حوار استراتيجي مع حكومة العراق والحوار الآن في المراحل الفنية الخبراء الفنيون يتحدثون ولكن سنستمر في إعطاء المشورة ومساعدة الحكومة العراقية في قتالها ضد داعش نعم أنت على حق القاعدة وداعش يسعيان للعودة ونعتقد أن العراق سيستطيع منعهما من ذلك نحن مرتبطون مع الشركاء العراقيين في الأيام القادمة للتأكد من أن داعش والقاعدة لن تستطيع العودة داخل أراضي العراق السيادية جنرال مكينزي كيف تقرأ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم أمس وخطورة هذه المحاولة أعتقد أننا نتفق أن الهجوم كان هجوما إجراميا ضد رئيس حكومة ورئيس وزراء حكومة العراق وما رأيناه هو مجموعات مرتبطة بإيران ترى أنها لا تستطيع التمسك بالسلطة قانونيا والآن تلجأ إلى العنف لتحقيق أهدافها وهذا ليس شيء جيد أن يقوم به أعتقد أن قوات الأمن العراقية ستستطيع مقاومة ذلك ولكن هذا يبعث على القلق أن الميليشيات المدعومة من إيران وبطريقة واضحة لجأت إلى أعمال إجرامية ضد رئيس وزراء العراق أمريكا ترى هذا مزعجا والرئيس الأمريكي كان واضحا في تصريحاته حول هذا الأمر يعني في ضوء هذا المشهد الذي يعيشه العراق وعلى ما يبدو بأنه من الواضح عدم وجود أي استقرار أمني حتى اللحظة هل من إمكانية لتأجيل انسحاب القوات القتالية في الداخل العراقي؟ دعوني أكون واضحا بغض النظر عن مستقبل قواتنا المسلحة في العراق هذا مستقبل وصلنا إليه بالتنسيق مع الحكومة العراقية نحن نتحول من دور قتالي ولكن نياتنا لا تزال هي مساعدة الشركاء العراقيين بطريقة نتفق فيها مع العراقيين لماذا يربط البعض الجنرال مكينزي بانسحاب القوات القتالية من العراق بأهمية أيضا انسحاب القوات القتالية من سوريا؟ نحن نحافظ على قوات في سوريا للعمل ضد فلول داعش على امتداد وادي نهر الفرات وأيضا سنستمر في هذه المهمة وأنت على حق الدعم للقوات العراقية في سوريا يأتي من العراق كما أن الحدود بين الدولتين هي دائما معرضة للهجوم من القاعدة وداعش وبالتالي العلاقة ما بيننا في سوريا والعراق هي علاقة هامة ونتطلع للاستمرار فيها دعنا نفهم منك أكثر ما الدور الذي تلعبه الآن القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ دخولها إلى سوريا في 2014 وهل ما زالت المعارك ضد تنظيم داعش أو حتى فلول داعش مستمرة حتى الآن؟ لا تزال هناك فلول لداعش تعمل على امتداد نهر الفرات شركاؤنا قصد تقوم بعمليات ولا يوجد أمريكيون منخرطون في معظم هذه العمليات ولكننا نوفر دعما ودعما استخباراتيا ونسمح للشركاء أن يلاحقوا داعش كما تعرفين داعش لا تزال ترغب في الهجوم على الوطن الأمريكي وأوطان الكثير من الدول في المنطقة وأيضا تريد السيطرة على أراضي إذا استطاعت ما نفعله من خلال قصد شركاؤنا في سوريا هو منع حدود ذلك إلى أي مدى سيكون هناك دعم الآن لقوات سوريا الديمقراطية في ضوء وجود تهديدات تركية بقيام عملية عسكرية البعض يتحدث عن أنها قد تكون قريبة دعوني أبدأ بالقول لدينا علاقة تحالف مع تركيا وهناك البند الخامس وهم أصدقاء قديمين للولايات المتحدة ولديهم هواجس ومصالح أمنية مشروعة ضد أناس يحاولون الهجوم عليهم من داخل سوريا في نفس الوقت نشعر أن قوات قصد التي نستقدمها لملاحقة داعش هي مختلفة وهي غير معنية بالهجوم على تركيا وسنستمر في العمل مع تركيا لحل هذا التوتر في الأيام القادمة دعنا ننتقل بالحديث أكثر عن إيران وأذرع إيران في الدول العربية كيف تقرأ هذه التحركات وتحديدا المناورات العسكرية الإيرانية في خليج عمان ومضيق هرمز وإلى أي مدى من الممكن أن يحدث أي تطور عسكري أو ضربات عسكرية محتملة نحن نراقب العمليات البحرية الإيرانية باهتمام بالغ لأنها دائما غير آمنة كما تعرفين في السنوات الأخيرة كانت هناك عمليات إطلاق غير حذرة للصواريخ الإيرانيون غير جيدون في البحر أعتقد أن هذه عبارة عن تهديدات وهم يحاولون المبالغة في قدراتهم ونحن نراقبهم بعناية وحذر ولكن هذه المراقبة هل من الممكن بطبيعة الحال أن تؤدي إلى أي تحرك عسكري؟ وخصوصا إذا ما ركزنا على موضوع ناقلة النفط الأخيرة وما تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني قدم رواية تحدث فيها أن الولايات المتحدة هي من صادرت هذه الناقلة قصتنا منذ البداية كانت واضحة قصتنا وقصة حلفائنا الإيرانيون بطريقة غير قانونية وإجرامية اختطفوا سفينة فيتنامية من أعالي البحار هذا واضح من الأدلة لو نظرت على تصريحات إيران من الصعب أن نصدق ما يقولونه لأن التصريحات تتناقض مع بعضها البعض حتى مع شبكة الأكاذيب الخاصة بهم من الصعب أن نعرف ماذا يفكرون ولكن نعرف نحن ما حدث مرة أخرى أنا أثني على الحكم السديد لربابنا تسفوننا الذين بقوا بعيدين عن هذا الموقف الخطر والإيرانيون وبشكل كامل خلقوا هذا الموقف لأنفسهم وبالتالي لماذا تم التأخير بالإعلان عن هذه الحادثة قامت إيران بالإعلان عنها أولا ثم تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية هناك أشياء كثيرة تحدث في أجزاء مختلفة من العالم ونحن دائما لا نتسرع للإبلاغ عن هذه المعلومات إيران من ناحية أخرى كما تعرفين أصدرت قصص مختلفة ومتناقضة تذكري هذا وأنت ترين النشرات الأولية المضللة التي جاءت ثم التي لحقت بها ربما هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح ونريد أن نستغل وجودك معنا دعنا نتحدث الآن عن الوضع في أفغانستان كيف من الممكن أن يتم تقييم الوضع هناك مع سيطرة الطالبان عليها أعتقد أن الطالبان يجدون أن من الأسهل بكثير أن يكونوا متمردين أكثر من أن يحكموا وأن يكونوا مسؤولين عن شعب أفغانستان أعتقد أنهم في وضع اقتصادي وأزمة غذاء كبيرة نحن ننظر بعناية لنرى ما سيفعل الطالبان خاصة حماية حقوق الإنسان وحق المرأة الحقوق التي اكتسبتها في آخر 20 سنة نتيجة المساعدات الدولية الآن غير واضح بالنسبة لي ما هو مصاري الطالبان إلى الأمام أعرف من المنظور العسكري ومن منظور قادة القيادة الوسطى نحن معنيون بعدم حدوث أي هجمات من أفغانستان من قبل داعش وفلول القاعدة علينا واضح بالنسبة لي أو ليس واضح بالنسبة لي أن الطالبان سيفون بالتزاماتهم لحماية هذه الكيانات ومنعها عفوا لمنع هذه الكيانات من التمترس في أفغانستان والقيام بهجمات ضد وطننا وأوطان شركائنا اللافت في هذا الموضوع الجنرال كينيث مكينزي بأن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت ملايين الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتقديم المعدات العسكرية كيف يمكن أن يفسر انهيار الجيش الأفغاني وحتى عدم قدرته على صمود أمام حركة الطالبان أعتقد أن من المهم الإشارة إلى أنه ليس الجيش الأفغاني الذي انهار وإنما الحكومة الأفغانية وبالتالي أن نعزو هذا إلى الأداء العسكري في الميدان هذا يضيق نطاق وحجم الكارثة الحكومة الأفغانية هي التي انهارت والرئيس غادر في منتصف النهار بينما المدينة تتعرض للهجوم هذا كان له تأثير على النتيجة في أفغانستان نعم هناك أسئلة ستدرس وستكون هناك إجابات لماذا دربنا الجيش لفترة طويلة وأداؤه لم يكن جيدا في اللحظة الحرجة أعتقد أن من الخطأ أن نرى هذا على أنه مشكلة عسكرية إنه أوسع من أن يكون مشكلة عسكرية أنا بالتأكيد أشكرك جزيلة شكر من فلوريدا الجنرال كينث ميكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية شكرا جزيلا لك شكرا لإستضافة شكرا لإستطابة يومك